السلام عليكم واحد الغلاط واحد الخطأ بزيف الناس كيرتاكبوه والعواقب ديالو كتكون بعض المرات خيبة بزيف تقدر تضيعك في مبالغ كبيرة ديال الفلوس وتقدر توصلك حتى الحبس بعض المرات المعلومات اللي غتجي في هذا الفيديو قليل فيكم اللي عارفها وحتى اللي يمكن عارفها ولا سامع بيها كيستاهن بيها ولا ما كيعطيهاش قيمتها العنوان ديال هاد الفيديو هو ما تخلي حتى شي حاجة باسميتك فوقعش إلا ما بقتش محسوب عليك إلا ما بقيتش نتالك تستغلها إلا ما بقيتش ديالك إلا ما بقيتش مسؤول عليها ومسؤول علي أي حاجة تخصها أمام الآخرين تحالش مكانة ديال الضو مكانة ديال الماء ولا أي اشتراك من أي نوع مع شي شاركة عندك في شي دار ولا شي محل كنت كاريه ومدخل مكانة باسميتك وخرجت من ذلك المحل المثال أولا في شي دار كنت كاريها ولا كانت قاعد ديالك وكان الماقنة الاضاء والمقاطع اشتراك من أي نوع ومع تلك الدار وخطي منها ونتصدتها لأخرى ونزلتها لم تجعل المدينة لا تجعل هذه الماقنة الاولى والمقاطع اشتراك لا تجعل اشتراك او الاترنت او الاترنت او اغيره بسميتك في احد البلاثة المسيطنة التي تستطيعها هذه الماقنة الاضاء يمكنك إجمع عليها مبالغ كثيرة ويقدر يوقع كما يوقع السيدة ومقاطع السيدة استغلوها بعض الناس وصرقو بها الضو وخرجت غرامات بالملايين اللي بسميته المغانة اللي انه هو اللي مسؤول عليها اذا اخويت من شي ضار بعتها اخويت من شي محل بعتو ما بقيتش أنا اللي كنستغل ديك المغانة لا ديال الضو لا ديال الماء نمشي للشركة ولا المكتب الوطني ولا اي جهة كتخصتك الاشتراك اللي بغيت نحيدو ونحبس هذاك الاشتراك بسميتي ولا نحولو العنوان ديال الجديد وبالحديث على الدور والكراول بيها دارك تكاريها لماحل تجاريك تكاريها خرجتي منه ولا خرجتي من ديال الضار شي تكريتي في بلاسة اخرى ولا ما تفهمتيش معامل الملك ولا ما اجبتكش بلاسة اي سبب ما تخليش ديال الضار ولا داك المحل يبقى محسوب عليك ونت اخوتي منه سواء كنت دير عقد لنشحل من واحد تقولك انا ما ديرش كونترا معامل الضار احنا كارين غاب التوصيل كيعطاني التوصيل كل شهر ما ديرين لك كونترا العقد لأولو لاqueك المحل ولا داك المتالك ولا ما ديرش عقد راه دك التوصيل نوع من الاتراف منك انت ومن النهو انك كاري عنده هذاك التوصيل الا بغي يخرجك من داك المحل راه داليل انك انت كاري ولا بغي يخرجك من ذلك الدار راح دليل انك انت كاري والعكس إلا بغي تطالب بشي حاجة من حقه كمكري كواحد كاري لك ذلك المحل لو انت مكتري كاري هذك التوصيل دليل لأن انت اللي مسؤول على ذلك إذا خرجت من واحد الدار وواحد المحل ندير فصخ العقد وخاما يكونش العقد مكتوب شحال موحتي يقولك أنا ما ندير فصخ العقد لأنه اصلا ما كينش عقد شنو هان فصخ أنا ما يدرناش كونترا دلكنا وخاما كينش عقد وخاما كينش كونترا دير فصخ العقد واللي على الأقل واتيقة تبت أنك سلمت ذلك المحل ولسلمت ذلك الدار المولا ما بغاش هو يدير معك الفصخ العقد نمشي يجيب مفوض قضائي ويدير محضر معينة أنني سلمت المحل وللشقة دياله في التاريخ الفلان فلاني في التوقيت الفلان فلاني هكا أخوة سوير تاتك هذك المحضر ديال مفوض قضائي يعتبر حتى هو يتبات أنك سلمت سيدي محلوف ذلك التوقيت كيه من موراه كيه أي شيء توقع من مور ذلك التوقيت ولا ذلك التاريخ لا تحسن بشي لي هنت أخرج من عنده يقدر يقصد الشهور بعشر ويدعيك ويقولك ما خلصينيش في الكرة أخوتي الدار وخلتي آلي يا أخاوية ما سلمتينيش أخوة أنا أجبت لك الساروط نار فلان فلان ودقيت عليك لا سيدي ماشيديش لي وش عندك شي دليل أمام المحكامة تقولك المحكامة وش درتي فصخ العقد وش سلمتيه أمام شهود مثلا وش عندك شي محضر ولا شي واثقة كتبت أنك سلمتيه في ذلك التاريخ قدر يدعيك إذا وستشور يقولك أخوة أنت سمحتني في المحل مسدود ولا في الدار مسدودة ومشيتيه في حالك لابا خلصني عاد ندير وفصخ العقد الداب وهذه أقل الشرور يقدر الله قدر الله هذا المحل ولا ذلك الدار تستغل شي حاجة منوعه يقدر فيه شي حاجة منوعه أنت ما زل أمام القانون المسؤول على ذلك الدار ولا على ذلك المحل تقدر توقع فيها شي حاجة خيبة ولا شي جريمة وتبقى أنت طالع هابط بشتبت أنك خرج من ذلك الدار قبل ما يوقع ذلك شي وما بقيتش مسؤول عليها إذا ما تخليش هذا الدار بسميتك ولا محسوب عليك ولا هذا المحل بسميتك ولا محسوب عليك إلا خرج من نور ضيتي المولة وبالحاديث عن المحل هذا شي غا يدينا لشحل من واحد يكون عنده محل سواء ملكه حل تجاري ولا كاري خدام فيه دين فيه نوع التجارة خدامه نوع عام 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 سنين خمسين سنين لا تكون مسلكه ولا تحول لبلازة أخرى ولا لا تفهم ما معمول الملك ولا هو ملك ونتم لا تكون مسلكه لا يريد أن يكري ولا يسد ولا يبيع ولا يريد أن يحبس هذا النشاط أو هذا التجارة وهو مثلا عنده الداريبة لا تخليش هذه التجارة بسميتك ولا تجلع لك سواء في سجل تجاري وخصوصا في إدارة الضرائب سير ما هو الطبع على رأسك من إدارة الضرائب على ذلك النشاط ولا تحولوا إذا تحولت لشي بلازة أخرى ولا محل أخر ووقف النشاط إدارة الضرائب لا تجمع لك الداريبة لأن الداريبة تسديتي ذلك المحل الملك مثلا تدير فيه حانوت خدام خمس سنين ستسنين عشر سنين كانت جيك الداريبة تتخلصها من هنا تحبس أنت وشف نظارك وما عرفوك حبستي وما ما زال عندهم أنك خدام وما درتيش تصريح دي العام عامين تلسنين ربع سنين عارك يصيف طولك فلان رك ما خلصيش الداريبة من الفين وعشرين وانت الفين وعشرين يحبستي الفين وعشرين صيف طولك قال لك من الفين وعشرين ما خلصينا تري أو دي نرا حبست وسير قلب انت تتبت أنك حبستي الناشط سير لمقاطعة أو للسلطة وانت تأتي إدارية يقول لك أنا لم أبقيت عقل أخوة من عام حبستي وانت كون عارف ما حبستي وما حبستي لكي تتبت أن هذا المحل لم يكون خدام ولا سب ويقدر يكون خرج منه وبقى خدام ومشي عند السلطة ولم يفتيش ضرب يقول لك أنا ندوز هذا المحل خدام ولكن انت خرج منه محسوب وإن خدام خصوصا وحتى السجيل التجاري في المحكامة نمشي نحبسهم نحدف السجيل التجاري ونمشي نصرح إيقاف النشاط في الضريبة لكي تحبس لي الضريبة الكون ديال البنكة حتى الكون ديال البنكة ما تخليش باسميتك مفتوح وانت ما بقيتش خدام به تحولتي من ديك المدينة ولا أي حاجة حتى هذه فيها خطورة خليك من القانون خليك من أن أنهم سيجمعون لك 4-5 سنة وصيف تقول لك أنساوك 4-5 سنة لا يوجد من حقهم هل تقول لهم القانون يقول لكم عام وتصدوا شوفوا ماذا حسبتوا في ذلك العام هاكو وهو ما يفرض عليهم أصلا عام ويصدوا ولكن إلا خلوه مفتوح إلا خالفوا القانون وبقى ذلك الكون مفتوح سيقدر هذا الكون يسبب لك ضرر كما وقع الواحد السيدة يمكنك يكون عنده في ذلك لابازلتوني زور التوقيع جال كارنيتشاك تسلمه وانيت على أنه ملته لتسلماته وبدأت يسني العباد الله حتى استوقفوها في الحدود وقال له أنت رأي عندك قوت الشيكات باسمك بيدون راصي راكم مطلوبة بشيك شايف باش تبتات أنه كينت صغير وأنه مع مرات لبط الشيك وأن ذلك الكون ما تخدم به هذه المدة إذا عندك حصاب بنكي ما بقيتش خدام به من الأحسن نمشي طلب إغلاق الحصاب البنكية من كده كده نقدم لهم دوش شر نمشي نتأكد ونأخذ شهادة إغلاق الحصاب البنكية نتصب ما بقيت تطربطني به حتى شي علاقة طوموبيلات عندك طوموبيل وبغيت تبيعها وياك تبيعها بالوكالة وإذا بعطيها بالوكالة تبعها ما تقول ما تقول ما تبيعها بالوكالة هذك اللي عنده الوكالة رأوا غير دوز إما بسميته إما غير يبيع الوكالة الوحد آخر لأن أغلبية الناس الذين يشربون بالوكالة يكون مصرية يقول لك آره أنا سأخذها لندوز بسميته لكي مصاريف وزيد 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 قدل لي الوكالة اللي بيع وأنا سأخذها الوكالة وندوز بسميته ركيلي يجعل الوكالة ويبدأ يعمل بلاسترونس بسميتك وإذا وقعت شي حادثة أو شي تكون تمسؤول وحتى البروصيات في الوقت اللي ما زال الوكالة لا تحيد السيارة بسميتك حتى البروصيات يأتي بسميتك من الرادارات خصوصا فنبيع قدر الإمكان تحول الطموبيل من سميتي لسميت المالك الجديد أنا أعطيتكم أمثلة وخلصة لها أن أي حاجة أو أي بلاصة لا تكون مسؤولة عليها لا تكون محسوبة عليها لا تكون سميتي الله عاونكم